تمت خطبتي لشخص متخرج من معهد متعين في وظيفة حكومية من عائلة محترمة وأنا طبيبة لكني خايفة من نظرة المجتمع هل المشكلة لني وكيف يمكنني حلها وكيف أتقبل وجوده في حياتي هي طبيبة واتخطبت لواحد خريج معهد أنا خايفة من نظرة المجتمع هل المشكلة مني المشكلة مش من حضرتك خالص إحنا عندنا في الشريعة ما يسمى بالكفاءة الكفاءة أن اللي يجي يتقدم لحضرتك محتاج يبقى عنده كفاءة مالية وكفاءة فكرية واجتماعية ممكن يكون اللي مش في عرف الخلق في عرف الخلق اللي متخرج من معهد أقل من اللي متخرج من كلية عليا زي كلية الطب لكن هقول لحضرتك على 3-4 حيات خديها في بالك لو راجل وانت حس تجاهه باستراحة نفسية وبيشتغل وبيتحمل المسئولية وحنين وهيصونك وكريم المجتمع لا يساوي الجوهرة اللي في إيديك ده ولما ترجعوا بيتك وتحطوا دماغك على المخدى المبتعة مش هيبقى معاكم لما تلاقي واحد حنين يقدرك ويحترمك واللي متخرج من معهد بكرة ممكن يدرس ويخش كلية ويبقى صاحب وشجعي على كده لكن لو هو متخرج من معهد فمش كفء بالنسبالك بالنسبة لحضرتك هو سيد الرجالة بس أنا بتكلم على الوضع الاجتماعي لو مش كفء ابتماعي ومش كفء ماليا وانت مش مستريحة معاي بهو عموما عاليس مش مناسب فهتسبيه علشان انت مش مستريحة مش عشان موضوع المعهد ده وفي الاخر صدقيني واللي اتجاوزوا بقى لهم سنين عارفين الموضوع ده والله يعني المجتمع على قد ما هو ليه براشر سوشيال براشر بتاع المجتمع ده على قد ما احنا بندله اكتر من حجمه وفي الاخر بنجني على نفسنا ربنا يبارك في علاقتكم مع بعض